موسيقى دفاع العدلي التام السفارة والجامعة الأمريكيتين بقتل المتظاهرين ويعتبر الثورة خناءة كبيرة الشروق الصفحة الأولى الدفاع العدلي ولي من أولياء الله ودفاع الشهداء يبقى إحنا كفار كوريش الشروق الصفحة الأولى وزير الداخلية الحنبولي في قضية الأمن دون إطلاق رصاصة واحدة المصر اليوم الصفحة الثالثة سلطان الكتتني أهداف الثورة تتحقق بالتشريعات وليس بالبيانات المصر اليوم الصفحة الثالثة العليا للانتخابات 29 و30 يناير الجولة الأولى للشورى والإعادة 7 فبراير المصر اليوم الصفحة الثالثة رئيس الشورى الإيراني للكتتني البرلمان خطوة لإقرار النظام الإسلامي في مصر الأهرام الصفحة الأولى ودعب مهيب لفارس الصحافة لبيب السباعي دلوقتي قبل ما نبدأ نتكلم عن الأخبار هناخد تقرير عن أهم خبر لفتتظرك هذا الأسبوع ونرجع نكمل كلام ناتين أهم خبر لفت نظري مرافعة فريد الدين في محاكمة الرئيس العقاد مجلس الشعب بكاء كتاتني في مجلس الشعب وكلمة مجلس الشعب كله أنهم ياخدوا حق الشهداء في المجلس العقاد جلسة مجلس الشعب أهم خبر لفت نظري وتسليم السلطة التشريعية ورقبية لمجلس الشعب أهم خبر لفت نظري في الأسبوع ده هو الذكرة السنوية للثورة المصرية أهم خبر لفت نظري هو نقل السلطة التشريعية لقانون توري مجلس الشعب ورفع قول الطوارق بس موضوع أنها بشرط مفرض أنها بشرط مفرض أنها بقانون قول الطوارق نهائيا أهم خبر إن شاء الله أنتقال عسام الحادر اللي فريدتها السكندري أهم خبر لفت نظري هو مرافعات فريد الدين وأنه هو يقول أن الرئيس ليس رئيس يعني أن المخلوع مبارك ليس رئيس يعني افتتح جلسات مجلس الشعب البرلماني للثورة أهم خبر لفت نظري أين حق الصوار تقريبا أهم خبرين هو محاكمة الرئيس محمد حسني مبارك وفتتاح أولى جلسات مجلس الشعب وذكرى الثورة وذكرى الثورة برلماني الثورة برلماني الثورة أي طبع تعليق حضرتك على الأخبار محاكمة مبارك أنا مش شاف أن هي أهم خبر دلوقتي لأن مستمرة وبقالها فترة فالجديد في الموضوع كله برلماني الثورة وعيد الثورة الأول سنة أولى صورة بقينا دلوقتي ده الأهم طبعا أن السلطة دلوقتي بقيت للشعب وانتقلت من المجلس العسكري إلى المجلس البرلماني يعني مجلس الشعب السلطة التشريعية فقط طبعا التنفيذية لسه أو السلطة الرئاسة لسه مع المجلس العسكري ودي خلاص نحن نتكلم في أربع شهور إن شاء الله والسلطة كلها تكونت نقلت إن شاء الله نبتدي مع بعض القراءة الأخبار طيب الخبر الأول من الأهرام الحجد لجمعة القرامة وانقسام حول الاعتصام الحجد طبعا مستمر وفي ناس معتصمة من أول مبارح في التحرير النهاردة أنا متوقع ازدياد الأعداد طبعا عن الجمعات اللي فاتت اللي كانت تتراح من 30 إلى 40 ألف النهاردة برضو ممكن توصل زي أو تقارب العدد اللي وصل ليه بيوم الأربع في الذكرى الأولى للثورة الانقسام حولنا الاعتصام هو ده التخوف منه لو هنأعتصم هنأعتصم لغاية إمتى مطالب المعتصمين اللي هي حركة 6 أبريل ومناسبة مش كلها حركة 6 أبريل يعني يعني حركة الجناح ده أحمد ماهر هو اللي هيعتصم الجفهة الديموقراطية مش هيعتصم ده الاعتصام هم بيقولون هنأعتصم لغاية تسليم السلطة أو رحيل المجلس العسكري الفكرة نفسها يعني خلاص البرلمان اشتغل وتسليم السلطة هيتم هيتم يعني ما فيش أي حد يقدر يشكك في دي احنا كده بنيدي فرصة لدخول يعني ناس تانية وسطهم يعني يحصل زي المرة اللي فاتت احنا خايفين البلد يحصل فيها فوضى زي اللي حصل المرة اللي فاتت البرلمان صاحب الكلمة الآن رافض تسليم السلطة لي يعني البرلمان الناس رافض تسليم السلطة لي طيب هنسلمها لمن يعني أي عقل وأي منطق يقول نحن نسلم السلطة لحد هو مش عايزها أولا وهنديها لمن والفرق إيه يعني لو هي الشرعية لمدان التحرير دلوقتي الشرعية انتقلت للبرلمان الشرعية ده تحرير فقط إذا البرلمان انحرف عن مصاره لكن الشرعية دلوقتي انا شاف ان الشرعية للبرلمان مش للميدان الميدان لو شاف ان البرلمان محققوش مطالبه لكن هو البرلمان الجلسة شفناها يوم من الثلاثة اللي فات جلسة ساخنة طالبوا مطالب اكتر من اللي بيطالبها ميدان التحرير فانا دلوقتي انا حطيت ثقة فيهم ساخو بعد انا اندخلت ناس عشان يمثلوني في مجلس الشعب خلاص تمام هما نفسهم بيقولك انا مش عايز نقل السلطة دلوقتي احنا دي مصرين على الصاحب اللي معاه السلطة دلوقتي قالك انا مش عايز السلطة وعمله استفتاء طب خلاص يعني ينلجأ لدوت ينلجأ لدوت لكن ما فيش فرض رأي في الموضوع دوت فانا اتمنى ان الاعتصام دوت ما يستمرش كتير عشان ما حصلش احتكاكات او تتأجج السرعات تاني مرة اخرى في المنطقة ده طيب تاني خبر من الاهرام من الصفحة الاولى مسيرات بالمحافظات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وقصاص للشهداء ده تقريبا برضو هي جمعة يعني طبعا هي اسمها جمعة العزة والكرامة او جمعة الغضب التانية دي مش هتبقى في القاهرة فقط اسكندرية والسويس وجميع المحافظات اللي بتشهد مظاهرات اسبوعية في المليونيات اللي بتحصل طبعا نفس المطلب اللي احنا قلنا هي تسليم السلطة للمدنيين وقصاص للشهداء مين هيسلم مين واللي بيسلم يعني انا مستعدة سلم واللي هيستلم انا مش عايز استلم صح وزي ما حضرتك قلت مجلس الشعبي برضو ناقش موضوع الشهداء يعني وتكلم في كل حاجة يعني بسه هو مشاكل لجنة تقصي حقائق هتحط مهامها ايه يوم الثلاثة المقبل مهامها ايه وتشكيلها ايه بالاسماء وكده بعد اجراء انتخابات الوجان بسمي باشم شهداء تانية طب وبعدين لسه مجلس الشعبي يعني مجلس الشعبي فاتح الموضوع الجنة تقصي عقدي هتشتغل ممكن تشتغل شهور يعني مش هتشتغل يوم ولا يومين اللي هتشتغل شهور وهالمرودي اللي هترجع حقوق للشهداء دلوقتي البرلمان بيفكر يعمل محكمة سياسية او محكمة ثورية يطلع مشروع قانون يعني يطلع سن قانون بذلك ده هيتطلب بعض الاجراءات الدستورية لازم تعديل الدستور عشان يتحط فيها فيه حاجة اسمها محكمة ثورية لنفيش انشاء ما هتطلع محكمة استثنائية ما يدرش البرلمان من نفسه يطلع يصدر محكمة استثنائية فالموضوع هياخد وقت ويعني انا مش شافي هلازم نستعجل وبعدين نسيب القضاء برضو يشتغل مش المحكمة الثورية دي بيبقى فيها برضو قضاء والقضاء بيرضو بيحكم برضو بنفس القانون طب مش القانون اللي احنا بنستعمله دلوقتي هو اللي هنستعمله برضو في نفس المحكمة الثورية لا لا هيطلع قانون مختلف قانون مختلف خلص هيتحاسب يعني هيحاسبه النظام القديم على ما يرونه جرائم سياسية ارتكبت في حق الشعب مش جرائم جنائية فقط جنائية ممكن يبقى ليها دي سلطة القضاء العادي لكن سلطة القضاء الاستثنائي هيحاسبه على الجرائم السياسية حكس بالرئيس السابق واركان النظام وطبعا انا شايف ان ده لو في في مصر اليوم رئيس نادي القضاء معترض على ما حدث في البرلمان وان هو شايف ان ده يعتبر هانا للقضاء ان بيشكك في عمل القضاء وكده فمش عايزين برضو يحصل صراع ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية لان كل واحد لازم يبقى بيشتغل منفصل عن التاني لازم يبقى في فصل ما بين السلطات اللي حصل في مجلس الشعبي يمكن برضو فيه فرطة حماس بعض النواب كان فيه نوع من التدخل نوعا ما في عمل السلطة القضائية فيه ناس قالوا لازم النائب العام يتحاكم فيه ناس قالوا لازم رئيس المجلس الاعلى يتحاكم يعني فيه حاجات ديه سلطة تنفيذية وديه سلطة تشريعية وديه سلطة قضائية فيه بعض النواب المخادرمين من جماعة الإخوان المسلمين زي مثلا استاذ دكتور عصام العريان قال يا جماعة لا فيه فصل ما بين السلطات وفيه دستور وكده فلازم يبقى نتكلم نبقى عارفين مقدرش مثلا أنا استاداي كانوا طالبوا في الأول يستادع وزير العدل عشان ينقشوه عن تأخير المحاكمات دي مش سلطة وزير العدل خلال دي سلطة تنفيذية وزير العدل بينظم العمل في المحاكم إداريا لكن ما قدرش يتدخل في قضية فإحنا مش عايزين برضو نضغط على القضاء وبعد إحنا القضاء ما قالش كلمته لسه يعني لما يقول كلمته ونحس إن فيه انحراف عن سلطته بس إحنا كده هنبقى نشكك برضو في القضاء المصري وقضاء المصري عادل عادل هو لسه ما قالش كلمته هنقول كلمته وما عجبتناش أو شايفين من وجهة نظرنا يعني ممكن وجهة نظرنا دي ما تبقاش يعني من منطلق القانون ما إحنا برضو مش دارسين قانون زي القادي يعني القادي يبقى شايف حاجة إحنا نبقى شايفينه مش صح بس هو ممكن يبقى صح هو بيحكم بنصوص وبيحكم بروح القانون برضو فدي ممكن يعني يمشى زين الدخل في كل حاجة وفي براءات إحنا شفنا براءات نلسى مبارح الزابة عين شمس أخد براءة وقبل كده في زوت برضو أخد براءة من قتلة الصوار وكده في براءاتهم بحكوم فعلا بنصوص القانون اللي قدامهم دي جايز تغدب ناس كتير لكن هيبقى الحل المحاكم السورية أو المحاكم السياسية هتأخد وقت شواء دي الناس هيحكم ظلم ويادم ويادم الشعب كله بقى كده في ناس كتيرها وهتتألم بس ده جايز هيدايق ناس كتير طبعا وأسر الشهداء وكده وده متوقع فهيبقى البديل ليه المحاكم السياسية لكن ما قدرش ندخل في عمل القضاء القضاء اللي هيطلعه إذا أنا شايف إن الحكم ما أرضاش الشعب أبتدي بقى أفكر في المحاكم الاستثنائية أنا شايف إن العملية خلاص ممكن الحكم يصدر في خلال شهر أو شهرين ينتهي على الأكثر يعني ممكن في شهر مارس مثلا الأحكام كلها تكون منتهية فالوقتي مش بعيد يعني الخبر التالت من مصر اليوم دفاع العدلي يتهم السفارة والجامعة الأمريكيتين بقتل المتظاهرين ويعتبر الثورة خنائقة كبيرة دفاع العدلي وفيه خبر برضه وراه مرتبط العدلي ولي من أولياء الله ودفاع الشهداء يبقى إحنا كفار قريش تمام هو دفاع العدلي طبعا حتة الجامعة الأمريكية دي جمعنا فتها تماما إن هما يكون هما لقاتوا الصور في ميدان التحرير وقالت إن إحنا الأمن بتاعتها كلهم مصريين ولا يحملوا أي سلاح معاهم بيعتبر الثورة خنائقة كبيرة هو بيقول إن الضرب كان مع معنى من الناحيتين فلما تتيجوا تحكموا الزباط تحكموهم بتهمة الضرب الأفضل إلى الموت مش بتهمة القتل وده طبعا عقوبتها أقل كتير أو في القانون يعني ما تصلش على حد علم إن هي ما تعديش سبع سنوات طيب الخبر الخامس من الشروق وزير الداخلية الحنبولي في قابضة الأمن دون إطلاق رصاصة واحدة الحنبولي اللي هو خط لسعيد الجديد اللي مدوخ البلد بقاله فترة في قابضة الأمن وزير الداخلية سعيد وأعلن في مؤتمر صحف سعادت كده أنا شايف إن ديت يعني تعتار بداية لعودة الأمن بقى أو القضاء على الإنفلات الأمني يعني هوا زي ما بيقولوا في المثل إضرب المربوط يخاف السعيد ده المربوط ده الكبير فممكن البلطجة أو البلطجيس صغيرين لما يحسوا إن الأمن بتدى يعود وإن حاجة زي كده ديت ما كانش حد عارف يمسكه خالص حاجات بتدى الأمن يتحقق هيبتدي برضو هيخافه شوي فده أنا شايف من وجهة نظري من ناحية ديت من ربطك كبير فالصغير هيبتدي يخاف عايزين بس كم ضربة كده وعلى بعض يعني مش ضربة واحدة عايزين الأمن يرجع تاني المصري اليوم صفحة تالتة سلطان دي الكاداتني أهداف الثورة تتحقق بالتشراعات وليس بالبيانات سلطان اللي هو النائب عصام سلطان النائب رئيس حزب الوسط بيوجه رسالة الدكتور سعد الكاداتني رئيس مجلس الشعب يقول فيها أن أهداف الثورة تتحقق بالتشراعات وليس بالبيانات هو يمكن اعتراضه هنا كان على أن مجلس الشعب قعد جلسة كاملة أو خصص يوم كامل وما أصدرش قرار وطلع بيان متأخر في فجر تاني يوم هو بيقول عايزين تشراعات يعني طبعا تشراعات اللي هي محكمة سياسية أو محكمة الثورة هو في سياق الخبر قيل أن قمنا هي شراعات ثورة 25 يناير لازم كل القوانين تتصق مع هذه الشراعية طيب الخبر السابع من المصر اليوم العليا للانتخابات 29 و 30 يناير الجولة الأولى للشورى والإعادة 7 فبراير أنا كنا نسينا انتخابات مجلس الشورى خالص تركزني في الشعب خالص يعني مفيش حد يفتكرها بين الشعب وكنا في ذكرى الثورة وكده يعني الله يكون فعون أنه المرشحين الشورى اللي مش حاسين بقى اي اهتمام الإقبال هيبقى يوم الحد والاتنين اللي جاي 13 محافظة منهم القاهرة اللي في دلوقتي بقت على جولتين مش تلاتة الجديد اللي في الكلام المستشارة عبد المعز رئيس اللجنة أنه قال السنديق الفرز هيتم داخل اللجان الفرعي يعني جو الفصل نفسه مش هتتنقل الفهدتة تانية السنديق مش تتنقل مش هتتنقل وده كان مطلب للناس كلها ويتحقق في انتخابات مجلس الشورى التاني حاجة إن مش 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 المشير هو اللي هيعين النواب بتاع مجلس الشورى معين اللي هما تسعين لقى تلت المجلس مش عينه هتترك لرئيس الجمهورية القادمة ومجلس الشورى هيشتغل عادي بالمنتخبين بس اللي هما هيحطوا هيشكلوا اللجنة تأثير دستور مع مجلس الشعب المنتخبين من هنا ومتخبين مع هنا مجلس الشورى هيبدأ من غير معينين تمام الخبر التامن من مصر اليوم رئيس الشورى الإيراني للكتتني البرلمان خطوة لإقرار نظام إسلامي في مصر ده طبعا ده شيء متوقع دولة إسلامية حتى على مصر إن هيبقى فيها نظام إسلامي أو تبقى دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية أنا عايز بس أعلق برضو على خبر تاني إن الدكتور الكتتني نفع إن هو يكون تلقى أي تهنئة من البرلمان من رئيس الكنيسة الإسرائيلي بالأمس أو إن هو يكون اتصل به أو اتفق معه على أي حاجة خالص هي طبعا رؤساء برلمانات ورئيس الشورى الإيراني وهو رئيس برلمان الإيراني بيبعثوا لبعض التهاني فكل واحد ليه حق اللي هو يقول له عايزة تمام الكتب الصحفي أحمد سامي متولي نورتنا النهاردة في النهارك سعيد شكرا 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 مشاهدينا بكتا تكون خلصت معنا فقرة الصحافة واستنوا لفقرة الجاية بس بعد الفاصل شكرا